تفضل أستاذ عبدالله سأعطيك العافية أستاذ وليد تفضل أستاذ وليد يعني بيطيش أنت عدد مهتدي عندك عدد مهتدين كام دلوقتي عبدالله تقريبا 871 شيخ ممكن أسألك سؤال تفضل شيخ الحين السنة والشيعة مش كانوا من زمن قديم سرعات اللي بينهم من زمن قديم أولا ما كانش فيه حاجة اسمها سنة والشيعة تمام كان فيه حاجة اسمها اسلام بدأت مسألة التشيع من إمتى من قتال علي بن أبي طالب لمعاوية وقتال معاوية لعلي بن أبي طالب فأصبح هناك شيعة أي مؤيدين لمعاوية وهناك شيعة مؤيدين لعلي بن أبي طالب ولكن ليسوا كالشيعة الآن شيعة علي بن أبي طالب كانوا مؤيدين لخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ولكن كانوا وقوفا مع علي بن أبي طالب ضد معاوية يرون أن معاوية أخطأ بعد كده ابتدى في ناس بتطلع تبتدي تقلح علي بن أبي طالب فحرقهم علي بن أبي طالب وابتدى ناس تخترع دين اللي بيسموه السائل 12 الآن حتى يفرقوا الإسلام بعد كده ظهر بقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم أهل السنة الجماعة الذين يتبعون بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا لنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه والحسن والحسين إلى آخر فمن هنا بقى ظهر سنة وقات الشيعة فبقنا دلوقتي سنة والشيعة السنة دول مين سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي متبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشيعة مين دلوقتي يسمون مين يقولك نحن متبعون أهل البيت وأهل البيت منهم براء هم هم الشيعة دلوقتي الذين يقولون بتحريف القرآن هم هم الذين يقولون ليس عندنا كتاب صحيح هم هم الذين يقولون أن أمامنا غائب يبيز أن الإمام عندهم غائب ليس عندهم قرآن القرآن عندهم محرف ليس عندهم كتاب صحيح طيب يا فين بقى أهل البيت وفين التمسك والكلام ده كله بسيطة طيب شيخي الحين سؤال ثاني الحين بما إنه شيعة من زمان موجودين والسن من زمان موجودين يعني مش حكاية عصر جديد يعني طيب ما السن برضو فيها فرق أنت تتكلم عن أشعرية عن سلفي إخواني وهابي إيش بدي أقول لك كمان أولا أقول لك ما فيش حاجة اسمها وهابية وفيه معلش أشعر ولكن الأشعر في النهاية إيه الأشعر قالوا بي حاجة زي يعني إحنا مختلفين مع الأشعر في مسألة باب اسمه الأسماء والصفات يعني مثلا نياده الله عز وجل هل هي يدع الحقيقة ولا هي القدرة ولا هي الكرم يعني الحاجات دي اللي اختلافات في المسألة دي لكن ما في حد بيكفر الأشعر ما في حد بيقولك أن الأشعر مثلا كلهم في النار أو في النار واخذ لي بالك ليه لأنه في الآخر الأشعر ده يريد أن ينزه الله عز وجل لكن التانيين بيسبوا الشيعة بيسبوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بيسبوا في الذين أتوا إلينا بالقرآن بيسبوا في أمهات المؤمنين لكن الأشعر لا بيسبوا لا بيسبوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيسبوا أمهات المؤمنين الفقه واحد والمصدر واحد إلا في مسألة بقى بالأسماء والصفات الأسماء والصفات وفيه اختلفات ما بيننا وما بينهم بس كده إيه بقى تاني طب إيش انت يعني راح تستفيد من من أسبب الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام يا باشا يعني أنا دلوقتي لو ده لو كل يوم واحد بيمر في الشارع عندك وبيسب بيسب أمك هتقفله ولا مش هتقفله أنا لحين كعبدالله بقدرش هوجفه في دولة اسلامية لازم توجفه ما سمعتش أنا كعبدالله ما بقدر أوجفه لازم يكون في دولة اسلامية لا يا باشا مش حكاية دولة اسلامية ومش اسلامية واحد دلوقتي بيعد قدام باب بيتك وكل شوية يسيبه أمك كل شوية يسيبه أمك لازم تقفله وبعدين إحنا إيه لا ده نتبوك تضربه كمان إحنا ولا بنضرب ولا بنعمل حاجة إحنا فتحنا قناة من نزينة سبه في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بنرضحهم بالقول يعني كنتم خير أمات أخرجت للناس تأمرونا بالمعروف وننهون عن منكر فاللي إحنا بنعمله نأمر بالمعروف وننهون عن منكر نقول لهم يا جماعة ده حرام وده حلال بس طيب يا شيخ ما وقعني أنا لو حضرب يعني أنا لو ضربته حضرب من بب يعني حبي للرسول وحبي للصحابة لكن بالأصل لو أنا بدي أحلم مشكلة الشيعة والسنة والفرق الإسلامية لوين لازم أتوجه إذا أنت عايز تحلها يبقى حضرتك تقدر تروح تقنع السستاني يجيوا مع شيخ الأزهر ويحلوها وهي اللي بيلك تبقى مناظرة عالمية لكن فين السستاني دونوقتي وزي أنا أسق أساسا في ناس تتبع السستاني اللي لا صوت ولا صورة ولا كلمة عربية لا صلاة جمعة ولا صلاة جماعة ولا أي حاجة فالله مستعد فالقصة مش هتتحل القصة مش هتتحل إلا أن الله عز وجل يهدينا إلى سبيل الرشاد القصة مش هتتحل اللي عايز يقولك تتحل مش هتتحل وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يسيطر على كل كفار قريش من كفار قريش من مات ولم يسلم يا شيخ أيام الرسول كان هناك دولة إسلامية كان هناك شوكة للمسلمين كان هناك دستور يا باشا أنت روح أنا أقولك جيش دلوقتي وأعملت شوكة يعني ولا أعمل أنت عايزنا أعمل إيه دلوقتي ما فيهش يا سيد الجيش اللي أنت بتقول على إيه دلوقتي ما فيهش واخذ لي بيلك فالله المستعان فالقضية كلها دلوقتي فيه مأمول وفيه متاح وفيه متاح فإحنا دلوقتي بنعمل في المتاح لما ييجي المأمول بقى أكلمني إن شاء الله شكرا لك